السلام عليكم ورحمة الله نعرض ان شاء الله في قناة تو اي هنقدم لكم ازاي يتخلص من الديف ريز عندي على الجهاز في حالة اني نسيت البزورد بتاعه ومش عارف افتحه طبعا ما فتحش عشان مش عارف البزورد فهستخدم في الفيديو قالي برده واللينك بتاعه موجود برده تحت الفيديو دلوقتي بعد طبعا ما احرق قالي على الفلاشة او الاستوانة عايز اعرف مكان الديف ريز هاجي عليه من تسكي مانجر طبعا دي اي كونت الديف ريز واضحة جدا جو فايل لوكيشن كده انا عرفت الديف ريز مستطفين الفولدر بتاع الديف ريز ده طبعا اوصل الفلاشة اللي عليها قالي وهامل ده وقت اعاد التغييل للجاز بتاعي طبعا عارفين الوجهة بتاع قالي طبعا هنختار الاختيار الاول كده اقالي بيبدأ معانا طبعا بعد ما بدأ اقالي انا عايز اوصل للفولدر اللي عايز امسحه اللي هو متسطف في الديف ريز التغييل وثانا بيشتيكتouring اوضحه اوضحه سيجا تسطى فدي فريز واللي انا عايز اتخلص منه طبعا هعمله delete بكل سهولة طبعا انك تعمل delete للفولدر ده مستحيلة طبعا من على وندوس طبعا اعمل اعاد التجهيل للجاز عشان اتأكد من اني اتخلصت من ديف ريز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته